على جميع المستويات على كمان على مستوى منتخبنا الحقيقة المنتخبنا زي ما بقول لحضراتكم فيه روح تفاؤل كبيرة جدا ودي يعني جاية الحقيقة من محمد صلاح يعني محمد صلاح الحقيقة في الأسبوع الأخيرة حتى في البريميال ليج بيأدي مباريات على أعلى مستوى بيكسر كل الأرقام القياسية والحقيقة فخر أن يكون محمد صلاح موجود طبعا في البريميال ليج كلنا فخرين بأداء الحقيقة وده أكيد هينعكس على الروح الفريق نفسها يعني خلي بالكم يعني ما يكون عندنا لعيب عالمي بحاج محمد صلاح عندنا كمان تقلق غير عادي لعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حجازي بدأ يرجع في الصورة كل لعبتنا المحترفين والنيني بدأ يخش في الصورة كمان حقيقة كل ده يعني أحداث وغير طبعا الاستعدادات البدنية والتكتيكية لا أتكلم على روح الفريق نفسها الحقيقة روح رائعة جدا جدا محمد صلاح بينجح في ليبر بول بالفوز صبعا في المباراة الأخيرة أمام نيو كاسل 4-2 بيبتعد بالصدارة ليبر بول في الدورة الإنجليزية برصيد 45 نقطة وكمان محمد صلاح بيرفع رصيده من الأهداف لـ 14 هدف في صدارة ترتيب هدف البريميال ليج الحقيقة مع هلند ويعني محمد صلاح كمان بيقصر عدة أرقام قياسية خلال مباراة نيو كاسل سجل هدفين وصنع هدف ثالث سجل صلاح هدفه رقم 151 مع ليبر بول في الدورة الإنجليزية رقم كبير جدا خلى محمد صلاح خامس لاعب يصل لـ 150 هدف مع نادي واحد في البريميال ليج بعد طبعا هاري كين مع توتنهام وطبعا أجويره مع المان سيتي وان وين روين مع المان يونيتد وكمان تيري هنري أكيد مع الأرسنال محمد صلاح كمان بقى ثالث أسرع لاعب يصل لـ 150 هدف مع ليبر بول في البريميال ليج خلال 238 مباراة يمكن سبقه روجر طبعا هند فيه بـ 218 مباراة وجوردن هاتسون طبعا بـ 234 الحقيقة محمد صلاح بيخلق جو بيخلق حالة من التفاؤل الحقيقي الكبير جدا جدا وعلينا أن احنا نستغل هذه الحالة آه بيكون حالة جميلة جدا وروع عالية جدا ولكن إزاي تحافظ على الروح دي وإزاي تاخدها معاك حقيقة بطولة صعبة جدا جدا وعايز أتكلم شوية في الأيام اللي فاتت من السوشيال ميديا وبعض الانتقادات على قائمة المنتخب النهائية الحديث مستمر يعني في جميع الأحوال في كل المناسبات بيكون فيه جدل أنا ما عنديش مشكلة الحقيقة في الجدل وأنك تقول رأيك بشكل مباشر ما عنديش أي مشكلة ولكن يعني تعلمنا الحقيقة وإحنا صغيرين وإحنا راحين منتخب لما كنت في منتخب الناشئين زمان كان حتى مدربين النادي الآلي ومدرب المنتخب يقولك وإنت راح المنتخب إقلع فنلة ناديك وإلبس فنلة المنتخب يعني ده بيرمز أن احنا كلنا يا جماعة حتى الناس يعني أنا بتكلم على جميع المستويات نقلع تيشيرت الانتماء بتاعنا كلنا عندنا انتماءات لكل الأندية يعني بمختلف انتماءاتها ما عنديش أي مشكلة خالص لكن لما تيجي عند المنتخب الحقيقة بعد التصرحات بتطلع أصل اللعيب ده ما يستحقش يروح منتخب مصر أصل اللعيب ده ما يستحقش أو اللعيب ده بتتدخل يعني الحاجات والانتماءات بشكل كبير جدا وده مش مطلوب لما بتتكلم على منتخب مصر مطلوب زي ما اللعيبة كده بنقول لها أول ما يجيلك منتخب ورايح منتخب بتقلع التشيرت بتاعك بتاع النادي وتلبس تشيرت المنتخب يعني كل تركيزك وانتماءك وطموحاتك وأهدافك هي منتخب مصر كمان لازم ده يكون على المستوى الجماهيري إن كل مع اختلاف انتماءاتنا لازم يكون هدفنا هدف واحد ولازم يكون السبورت الفرقتنا ولازم يكون السبورت اللعيبة ما ينفعش أي حد يقول على لعيب قريدي رايح بطولة أفريقيا يعني رايح يحارب باسم مصر إنك ما تستحقش تكون موجود إزاي يا جماعة يعني إزاي اللفظة يطلع يقولك والله اللعيب الفلاني ده ما يستحقش يروع أصل اللعيب الفلاني كان أفضل منه الحاجات ده يتلحيئة أنا باستغربها جدا ويمكن أنا ما بحجرش على رأي لحد قول رأيك بكل أمانة والله أنا رأي كذا كذا لكن ما تجرحش في أي لعيب موجود في منتخب مصر يعني كل اللعيبة إحنا سبورت لها كل الأسماء الموجودة كلهم نجوم وعندنا ثقة فيهم وعندنا أمال فيهم وخلي بالك ده كمان الدفع الجماهيرية مهمة جدا جدا الحقيقة أنا الحمد لله من الناس اللي لعبت يمكن حوالي 13-14 سنة مع منتخب مصر وإحنا رحيين بطولات أفريقيا الحقيقة ردود أفعال الجماهير بتأثر علينا فعلا أنا بنقلك يعني بنقلك أحاسيس حد عاش اللحظة دي بيكون محتاجين الدعم الكامل محتاجين الثقة الكاملة من جماهيرنا لأنه إحنا هناك إحنا بنسمع صوت جماهيرنا في مصر وعارفين أن مصر كلها وإحنا بنلعب المباريات مصر كلها بتتفرج علينا وخلي بالك وإنتوا بتتفرجوا على المباريات إنتوا بتنسوا اللي قلتوه يعني كل الناس خلاص يعني بتدخلت خلاص في عالم مصر وكلنا بتشجع مصر لكن المراحل الأولية لازم محتاجين سوبورت جامد جدا كل اللعيبة محتاجة المسندة الكبيرة جدا كل الجهاز الفني محتاج المسندة ما ينفعش أحد يطلع يقول لي يا فيتوريا ده بيخرف هو واخد مين ده سين أحسن من صاد وصاد أحسن من سين خلي انتقاداتنا دي في حوار المفروض يكون حوار هادف لكن خلاص قائمة نهائية اللعيبة مسافرة كلنا مسندين كلنا سوبورت كلنا بندعو إن شاء الله نحن يعني بندعو لمصر أولا وأخيرا المدربين واللعبين إحنا يهمنا إن شاء الله مصر كمان تزود حصيلة حصيلة بطولة أفريقيا من سبعة إلى تمن بطولات الحقيقة لأن زي ما بقول لحضراتكم البطولات كل سنتين بتزيد صعوبة والفرق الأفريقية بتتقدم بخطوة كبيرة جدا جدا وإن الفرق الزماني كان بتغلب أربعة وخمسة لا دي خلاص الموضوع ده انتهى كل منتخب دلوقتي عنده لعيبة كتيرة جدا جدا من المحترفين وعندهم كتيبة كبيرة جدا من المدربين الأجانب وبتستعد بشكل كبير فبقول لحضراتكم بطولة صعبة لكن اسم مصر كبير جدا في البطولة الأفريقية وعندنا أمال كثيرة جدا وطموحات كبيرة جدا إن شاء الله إن احنا بإذن الله نروح للمبرنة هائية وناخد هذه البطولة ترجمة نانسي قنقر